الفيفا سنة 78 قررت أن المنديال هيتلعب على أرض الأرجنتين لأول مرة وقبل سنتين من كاس العالم 78 حصل انقلاب عسكري في الأرجنتين وخلى الدكتاتور الفاشي فيديلا هو رئيس الأرجنتين في الوقت ده عشان خاطر يشوف النفوذ الأرجنتين بالمنديال في الوقت ده هيبقى في صالحه ومش ضده لأن هو كان شايف النفوذ الأرجنتين بالمنديال ده تحديدا هيزود شعبيته في الأرجنتين كلها خصوصا أن الشعب الأرجنتيني بيتنفس كورة حرفيا والفكرة سيطرت عليه لدرجة أنه هو استخدم ألعاب سياسية وألعاب من تحت الترابيزة عشان خاطر يوجه بعض المنتخبات الكبيرة ما يخلوش لعابتهم يشاركوا في المونديال والبطولة دي تحديدا شهدت غياب نجوم كتيرة جدا لأسباب مجهولة زي نجوم في منتخب فرنسا وإيطاليا وهولندا لكن أبرز الغيابات دي كان لصالح يوان كرويف نجم المنتخب الهولندي وقتا اللي طلع كرويف وقارن بسبب المونديال دا حياته هو وأسرته كانت معارضة للخطر بشكل كبير جدا لدرجة أنه هو اعتزل دولي في المونديال دا بس ومن بعدها رجع يرعب تاني مع منتخب هولندا بشكل طبيع وفي البطولة دي الأرجنتين والبرازيل كانوا بيتنفسوا على بطاعة الصعود للدوري التاني في كاس العالم والأرجنتين كان عندها مباراة قدام بيروه الناحية التانية ببرازيل كانتها تلاعب هولندا وأسرة الجدل بدأت من هنا لأن البرازيل طلبت من الفيفا أن المطشين يتلعبوا في نفس الوقت لكن في موقف غريب جدا من ناحية الفيفا رفضت الطلب دا عشان خاطر البرازيل تستغرب وما تبقاش فهمة إيه الهدف من أن هما يرفضوا طلب زي دا التأهل كان لازم يتحسم لصالح الأرجنتين عن طريق أن هما يكسبوا بأكتر من أربع أهداف وفي مباراة الأرجنتين وبيروه اللي انتهت بنتيجة 6-0 صالح الأرجنتين النتيجة اللي مشكوك فيها تم اتهام حارس بيرو بأنه كان يفوت المطش ولعابة بيرو ترأت اتهمت الحارس بشكل علني أنه تستلم رشوة داحت الترابيزة عشان يفوت المطش ولما دوروا وراء الحارس دا اكتشفوا أنه هو أصلا أرجنتيني والجنس قبل المونديال عشان يلعب لصالح بيرو لكن الحارس طرع نفع أكتر من مرة وكان بيقف مع الصحفيين لما حد يسأله عن نتيجة المطش ويبرر له سبب دخول الست أهداف هدف هدف عشان الناس كلها تشكك فأحقية الأرجنتين بالفوز بمونديال 78 والحد النهاردة الناس بتقوله أن فوز الأرجنتين بالمونديال دا كان مترتب